أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية دكتور شريف صدقي نجاح إطلاق القمر التجريبي نكسسات وان وذلك قبلة سواحل مدينة يانج جيانج بمقاطعة جوانج دونج بجمهورية الصين الشعبية وأكد صدقي أنه تم استقبال الإشارات الأولوية الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية موضحا أن عملية الإطلاق تأتي ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وأشار إلى أن مهام الجانب المصري تتمحور في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحارجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسا وخبيرا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية